مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غدت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي الصبران نخذ أجرا والله يران ويسمعنا نغفر ذلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسل بقرآن كالشمس وضحاها وسنة كالقمر إذا تلاها من صار على نهجهما كان كالنهار إذا جلاها ومن أعرض عنهما كان كالليل إذا يغشاها فصلوات ربي وسلام علي حياكم الله أيها الأحبة الكرام ونستكمل على بركة الله تبارك وتعالى هذه الكصة المباركة وهي قصة يوسف عليه السلام لما اتفقوا على هذا الرأي أي قتل يوسف أو إلقاء يوسف في الجب كما قال أخوهم لا تقتلوا يوسف فألكوا في غيابات الجب يلتكته بعض السيارة إن كنتم فاعلين فهنا اتفقوا على هذا الرأي وهنا قرروا أن ينطلقوا جميعا ويذهبوا إلى أبيهم وهو يعقوب عليه السلام جاءوا إلى يعقوب وكان يعقوب يخاف على يوسف كثيرا وكان يعرف أن الإخوة يحسدونه ولا يحبونه وكان يعقوب لا يرسل يوسف مع الإخوة يعني ما كان يذهب معهم إلى أي مكان ما وكان يوسف يلعب مع أخيه ولا يذهب بعيدا يعني يلعب مع أخيه بنيمين كان الإخوة يعرفون ذلك ولكنهم عزموا على الشر عزموا على الشر فهنا قالوا يا أبانا لماذا لا ترسل معنا يوسف ماذا تخاف انت خيف ليه مننا ليه ده هو أخونا وإحنا إخوات من الأب هو أخونا أخونا العزيز وأخونا الصغير ونحن أبناء أب والإخوة دائما يلعبون جميعا فلماذا لا نذهب نحن ونلعب جميعا كما قال الله تبارك وتعالى أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافزون يعني أرسله معنا غدا عندما نخرج إلى مراعين يسعى وينشط ويفرح ويلعب بالاستباك ونحوه من اللعب المباح وإن لحافزون له من كل ما تخاف عليه ما تخافش عليه مدام هو معانا كان يعقوب عليه السلام شيخا كبيرا وكان يعقوب عاقلا حليما كان يعقوب لا يحب أن يبعد منه يوسف وكان يخاف على يوسف كثيرا فهنا قال يعقوب عليه السلام إني ليؤلم نفسي مفاركته لي إذا ذهبتم به إلى المراعي وأخشى أن يأكله الذئ وأنتم عنه غافلون منشغلون يعني تنشغل بالاستباك وتنشغل باللعب وتترك يوسف فيأتي الذئب ويأكل يوسف عليه السلام كما قال تعالى أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا أبدا كيف يأكله الذئب ونحن له حافزون وكيف يأكله ونحن شبان أقوياء ولئن أكله الذئب ونحن جماعة قوية إن إذا لخاصرون لا خير فينا ولا نفع يرجى منا فهنا سعوا بكل أسلوب إلى أقناع يعقوب عليه السلام أن يرسل معهم من أخاهم يوسف عليه السلام كما حكى الله تبارك وتعالى في هذه الأيات قال جل وعلا قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاصرون إذن أيها الأحبة كانت هي فكرة اليوم ومشهد اليوم من قصة يوسف عليه السلام ذهاب هذا الوفد ذهاب الإخوة جميعا ومحاولة بكل أسلوب أن يقنع يعقوب عليه السلام هناك وقفات أيها الأحبة مع هذا المشهد من القصة الوقفة الأولى أهل المعاصي يشجع بعضهم بعضا على المعصية في البداية أهل المعصية يشجع بعضهم بعضا على المعصية ويكون هذا دائما في البداية وبمعاونة الشيطان فهو المحرك الأساسي لهم بأفكاره الخبيثة ثم في النهاية يلوم بعضهم بعضا ولنتذكر أيها الأحبة كصة أصحاب الجنة عندما عزموا على أن يحرموا الفقراء والمساكين من ثمر أو من ثمر الجنة أو من ثمر الحديقة وعزموا أن يذهبوا ليلا ثم إنهم في النهاية بعد أن وجدوا الحديقة قد أحرقها الله تبارك وتعالى وجدوا قد أحرق الله عز وجل بالفعل فراجعوا إلى أنفسهم وأخذوا يتلاومون فيما بينهم فكذلك يعني الشباب لما بيساعدوا بعضا على معصية الله عز وجل هذا يكون في النهاية أنا أفعل كذا وأنت تفعل كذا ونجتمع في المكان الفلاني ونكون بفعل هذا الأمر والشيطان بيساعدهم على كده ويزعلهم المعصية ثم إنهم في النهاية إذا قبض عليهم تجد هذا يتهم هذا وهذا يتهم هذا أنت السبب أنت اللي جبتنا هنا أنت اللي صاحب الفكرة الخبيثة وهكذا ركم اتنين من الوقفات مع هذا المشهد لا ينجي حذر من قدر لا ينجي حذر من قدر فقد وقع ليعقوب عليه السلام ما كان يحذر اللي كان سيدنا يعقوب عليه السلام خايف منه هو الذي وقع بالفعل ولذلك في أحد المعارك أصيب ضابط ضابط أصيب ضابط برصاصة في رأسه عفان الله عز وجل وإياكم ومرت الرصاصة عبر رقابته لتستكر في معدته وبعد كل هذا بقي على قيد الحياة لم يمت سبحان الله العظيم فهذا يعني شوف تقدير الله تبارك وتعالى وقرأنا أكثر من مرة عن طائرات سقطت أثناء طيرانها وتحطمت وبقي بعض ركابها أحياء الطيارة كل اللي فيها ماته وتحطمت ولذلك تجد من يخرج منهم أحياء وجدنا كذلك حوادث حصلت على الطرق تجد أسر بأكملها يعني عفان الله عز وجل وإياكم تموت في هذا الحادث وربما لا ينجو إلا يعني ممكن طفل صغير وربما رضيع سبحان الله العظيم فأنظر إلى قدر الله عز وجل سبحانه جل وعلا في بعض الأحيان يسكت إنسان من الأدوار المرتفعة إلى أرض صلبة ثم يقوم يمشي ليس به بأس سبحان الله ويعني إن هذا أيها الأحبة يدلنا على أن لكل إنسان أجلى والإنسان لا يموت قبل انتهاء أجلي الإنسان لا يموت قبل انتهاء أجلي ولا يؤخر ساعة بعد انتهاء الأجل والله سبحانه وتعالى جعل للأجال أسبابا سبحانه تبارك وتعالى فربما شيء صغير يفضي إلى الموت لأن الله تبارك وتعالى قدر انتهاء الأجل بهذا السبب وربما صخرة كبيرة يرمى بها إنسان وتصيبه ويبقى على قيد الحياة وصدق الله عز وجل إذ يقول وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلَاتٍ رقم اتنين من الوقفات مع هذا المشهد من مشهد قصة يوسف عليه السلام هذه الوقفة أيها الأحبة نقول سكرة المعصية تخرج الإنسان من إنسانيته يعني الإنسان العاصد هو في وقت المعصية أو في تخطيته المعصية وأشبه بالسكران وأشبه بالسكران على عينه غمامة قلبه قد يعني كأنه صار يعني ليس به زرة رحمة عندما ينوي قتل أو ينوي سارقة مال عام مثلا ليس هو مال المسلمين عن مثل وهكاس فكأنه صار في سكرة بالفعل فسكرة المعصية تخرج الإنسان من إنسانيته رابعا أيها الأحبة تزيين الشيطان للمعصية الشيطان يزين المعصية للإنسان والتزيين الذي يعمد إليه الشيطان لإغواء الإنسان نوعان النوع الأول أيها الأحبة تزيين القبيح والنوع الثاني تقبيح الحسن الحاجة القبيح الوحشة الشيطان بيزين ممكن أمرأة قبيحة شكلها مش كويس أبدا تجد هذا الشيطان إذا خرجت من بيتها يجعلها جميلة في أعين فأعين النظرين فهذه قبيحة مثلا الثاني تقبيح الحسن بالنسبة لتزيين القبيح يعني يقول الله تبارك وتعالى وإذ ذيّن لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم هذا في كسة إيه جماعة في غزوة إيه غزوة إيه غزوة باذر تقريبا وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم الشيطان قعد يمنيهم ويساعدهم ونا معاكم وتقريبا والله أعلم كنت قرأته في التفسير أنه ظهر في سورة سوراكة بن مال وقوله تبارك وتعالى كذلك عن تزيين الشيطان وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فإذا رأى الإنسان قد وقع في معصية زيّنها وحسّنها وأوجد لها من أدوات التحسين ما يشجع العاصي على الإصرار على معاودتها وذلك بإظهار منافعها وإخفاء مغباتها وحساراتها فتجد هذا الشيطان يحسن جمع المال والحرص عليه من الحرام ويؤثر لصاحبي أنه الحكيم في تصرف أنت ما بتعملش حاجة غلط وسبحان الله ولا يزال به حتى يوقعه في الشح والغش والخذاع وكل ذلك بتصوير هذه المعصية على أنها من الزكاء والفطنة على أنها من الزكاء والفطنة والحنكة والعقل ولذلك نتذكر سويا أيها الأحبة كارون عندما خرج على قومه في زينتي كارون عندما خرج على قومه في زينتي ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي نسب كل ذلك لنفسه هو اللي أنتو شايفيني أنا في ذا دا على علم عندي كل هذا يعني بسبب فطنتي وزكاي وهكذا فالشيطان يزين للإنسان المعصي أما تقبيح الحسن الشيطان يقبح الحسن يقبح الشيء الجميل يعمد الشيطان إلى صرف الإنسان عن الفرائد والواجبات فإن لم يغفر بذلك عمد إلى صرفه عن المستحبات وفضائل الأعمال وأشد ما يحرص الشيطان على فعل في هذا الباب في هذا الباب تفويت الصلاة على العبد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة والسلام صلوا عليه يقول يعقد الشيطان على رأس أحدكم ثلاث عقد إذا نام إنسان كده ما يجي ينام الشيطان يعقد على رأسه ثلاث عقد كده عقد شيطانية وما أدراك ما العقد الشيطاني فإذا استيقظ ثم الشيطان يعني بكل عقدة يضرب ويقول عليك ليلا طويلة فإذا استيقظ أول كده ما تفتع عينك وتصحى من نوم فإذا استيقظ فذكر الله عز وجل إنحلت عقدة وإذا توضأ يبدأ كده يتوضأ إنحلت العقدة الثانية فإذا صلى إنحلت العقدة جميعا فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان فإذا أولا أحبا هذه وقفة مع هذا المشهد من الكسة أن الشيطان يزين المعصية لباني الإنسان يزين القبيح ويقبح ويقبح الحسن ولنعلم كذلك أيها الأحبة أن الشيطان يزين الإنسان المعصية ويتدرج معه كما في كصة من برسيصة العابد كان عابد من بني إسرائيل وردت هذه في تفسير قوله تبارك وتعالى من سورة الحشن كمثل الشيطان إذ قال الإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منه إني أخاف الله رب العالمين إحكاية الكصة دي قال ابن جرير وابن كثير هذه الآية نزلت في عابد من عباد بني إسرائيل اسمه برسيص أو برسيصة بالألف أو بدون الألف كان عابدا من العباد الكبار سكن سومع لعبادة الله عز وجل ولكن غلبت عبادته على علمه غلبت عبادته على إيه على علمه ما عندهش علمه قليل لكنه عابد الله عز وجل والعالم أشد على الشيطان من ألف عام فلما عبد الله وسجد لله عز وجل وأكثر من ذكر الله أراد الله تبارك وتعالى أن يبتلي إيمانه وأن يمتحن يقينه قال الله تبارك وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فجلس في صومعتي برسيصة ذا جلس فين في الصومعة بتاعته اللي بيتعبد لله عز وجل فيها فأتوا رجال مجاهدون من بني إسرائيل وقالوا يا برسيص إننا نريد الجهاد في سبيل الله وعندنا أخت لنا أخت هي في بيتنا بجانب صومعتك وليس لها بعد الله إلا أنت فعليك أن ترعاها حتى نعود من الجهاد تتخليها عندك ورعاها هي أمنة معاك لحد ما نرجع منين من الجهاد قال حبا وكرام ظن أنه شيء خير فخرج هؤلاء إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل وما كثى برسيص في صومعته يتعبد لله عز وجل فأتى الشيطان إلي وقال يا برسيص إن هذه المرأة في ذمتك وهذه الفتاة في عهدتك عايزك بقى ركز معايا كده وشوف تدرج الشيطان مع مين مع برسيص العابد ده قال له هذه المرأة في ذمتك وهذه الفتاة في عهدتك وأنت إذا تركتها فسوف تستوحج فلو أخرجت رأسك في الصباح فسلمت عليها وهي متحجبة في بيتها ما درك ذلك شيئا أنت بس هتطلع رأسك كده في الصباح وتسلم عليها بس سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهي في حجبها وفي مكانه ده إيه أول درجة من درجات الشيطان مع برسيص العابد فأخذ بوسيط الشيطان فأطل برأسه وسلم عليها فأتاه الثاني شيطان قاله بقى يتنقل معه في الدرجة الثانية في الوقوع في المعصي أتاه المرة الثانية وقال لو نزلت بجانب بيتها كي لا يأتيها أجنبي أو يخوفها مارد فنزل بجانب البيت وما رأيها وما إيه وما رأيه وأتاه الثالثة شيطان قاله المرة الثالثة وقال إنها فتاة غريبة مستوحشة خرج أهلها للجهاد فمن يؤنسها ويحدثها فنزل فأنسها وحدثها وهي متحجبة فأتاه رابع شيطان جال للمرة الرابعة وقال أنت عالم ذكي ومحفوظ من الله وتخاف الشيطان فاقترب منها فقبلها كبلة بس كده إيه بريئة فقبلها فوقع في الفاحشة فحملت فلما حملت قال له الشيطان إذا أتى إخوتها ورأوا هذا المنكر فإنها سوف تخبرهم فاقتلها خيرا لك أما إخوتها يجوا رجعوا من الجهاد ويشفوها هيعملوا إيه ممكن يقتلوك عشان أنت عملت كده فاقتلها خيرا لك أحسن حاجة تتخلص منها ويحامل منك أنك أنت إيه تسبحها وحفر لها كبرا في بيتها ودفنها فأتى إخوتها من الجهاد رجعوا بقى من الجهاد وراحوا لبرصيس العابد وقالوا له أين أختنا أختنا فين فبكى برصيس وتندم وأخرج دموع النفاق والسمع والرياء دموع كذب وقال مرضت وكانت زاهدة عابدة فدفنتها بعد أن دعوت بعد إيه أن دعوت له دنا غسلت دنا دفنتها وكما دعت له وعملت اللازم كل فباكوا عليها مساكين وصدقوا وناموا تلك الليلة الشيطان هنا يقوم بأبدوره معا فأتى الشيطان لأخيها الأكبر وأخبره أن برصيسة فعل بها الفاحشة وقاتلها وراح لأخوه الثاني وأتى الثاني والثالث في المنار وأخبرهما كما أخبر الأول فأصبحوا كلهم سحي من نوم فتحدثوا بما رأوا في نومهم فاتفق رأيهم على أن يقتصوا منه فذهبوا وكشفوا المكان الذي دلهم الشيطان عليه فوجدوها حامل ومقتول ولا حول ولا كوت إلا بالله فأتى الشيطان فقال لا ينجيك يا برصيس إلا أن تسجد لي سجدة لأحميك اسجد لي بس كده سجد واحد بس وأنا هحميك منهم فكفر بالله وسجد للشيطان سجدة فقتلوه وصلبوه قال الله تبارك وتعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عقبتهما أنهما في النار خالدين فيها نركز بعض الطلبة بيخطأ فيها ويقول خالدين فيه نركز هذه للمثنة خالدين فيها يعني الإنسان والشيطان وذلك جزاء الظالمين إذن أيها الأحبة الكرام كانت هذه أو كان هذا المشهد من قصة يوسف عليه السلام نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الكصة المباركة وأن ينفعنا الله تبارك وتعالى بهذه الكلمات الطيبة في هذا الوقت المبارك وقت الصحر وقت الاستغفار قال الله تبارك وتعالى والمستغفرين بالإصحار ولعلنا نختم بدعاء سيد الاستغفار اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وصل لهم على بي محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دمتم في أمان الله ونلقاكم على خير إن شاء الله تبارك وتعالى لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا يا نور الهلال أقبل تعالى في راية الله